السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أوقاتكم أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية بإذن الله معكم معلمتكم منان صالح الغريب معلمة للمرحلة التأهيلية لطلابي وطالباتي الرائعين في الصف الثاني تأهيلي معي في مادة مهارات رقمية للفصل الدراسي الأول فأهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي معنا في درسنا عن المواطنة الرقمية بداية نحب أن نسترجع معا قوانين التعلم عبر قنوات عين التعليمية وماذا يجب علي حتى أستفيد عند مشاهدة دروسي على قنوات عين التعليمية أولا أبنائي وبناتي علينا الاستعداد وذلك باختيار مكان مناسب للتعلم بعيدا عن الضجيج والتجمعات بالإضافة أنه لتكون لدي معرفة تامة بجدولي وأوقات التعلم المباشر سواء على منصة مدرستي أو على قنوات عين التعليمية بعد ذلك أبنائي وبناتي أستعد وذلك بتجهيز كتاب المدرسي أدواتي التي تلزمني قبل بداية الدرس ثم أستمع إلى معلمتي بتركيز وأتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص لا أخيرا أبنائي وبناتي نوجه رسالة إلى أولياء أموركم في حال كنتم تشاهدون الدرس في منازلكم أنه عليهم مشاركتكم وكذلك تقديم المساعدة والتوجيه لكم إذا لزم الأمر عنوان درسنا هو عن المواطنة الرقمية الهدف العام من هذا الدرس هو أن يتعرف الطالب والطالبة على أداب المواطنة الرقمية هداف التدريسية أولا أن يعرف الطالب والطالبة المواطنة الرقمية ثانيا أن يذكر الطالب والطالبة أداب المواطنة الرقمية ثالثا أن يذكر الطالب والطالبة السلوكيات الإيجابية أثناء التواصل عبر الأنترنت رابعا أن يذكر الطالب والطالبة أمور يجب تجنبها أثناء التواصل عبر الأنترنت إذن أبنائي وبناتي نعلم أن الرسالة التي تحملها درسنا هي عن المواطنة الرقمية وهي ماذا؟ يحكمها ماذا؟ أو ماذا هي المواطنة الرقمية؟ كيف نعرف المواطنة الرقمية؟ أولا هو شخص يستخدم تكنولوجيا المعلومات لماذا؟ للمشاركة والانخراج بالفعالية في أين؟ في المجتمعات الرقمية كل مجموعة أشخاص أو نسمي عليهم مجتمع إذن مجتمعات الرقمية هم أشخاص يتبادلون أو يستخدمون نفس الأدات للتواصل معا إذن هو يبغي ينخرط معهم ويتواصل معهم صحيح هو ما جلس يجلس معهم بشكل مباشر صحيح لا يتبادل معاهم الحديث وجها لوجه وإنما عن طريق ماذا؟ الأنترنت يعني هو تواصل رقمي لذلك هو يشارك في المجتمع يشارك في مواضيعهم وشؤونهم الاجتماعية السياسية الاقتصادية كذلك الدينية ولكن يراعي أن يكون دون تسلط نعلم جيدا أن المواطن الرقمي يجب أن يتحلى بماذا؟ بالإحترام مع الآخرين كذلك أنه يتبادل الأراء والمعلومات لماذا؟ بطريقة مناسبة ولائقة فالمواطن الرقمية تحكمها القواعد يعني كوني أنا أعمل على الأنترنت وأتواصل مع المجتمع رقمي قد لا يعرفون اسمي أو أين أسكن أو لا يعرفون أفراد عائلتي هذا لا يعطيني الحق في أنه أنا أتهجم على الآخرين وأتواصل معهم بطريقة غير لائقة فالمواطن الرقمي تحكمها قواعد أيضا أفكار يجب أن تعتمد المواطن الرقمية على أن أحمل أفكار جيدة تخدم الأفراد وتخدم المجتمع كذلك القوانين التي ثوان وضعتها الدولة أو وضعتها المجتمعات الرقمية الأعراف أنه في ناحية ما هو مقبول عرفا وغير مقبول أيضا المعايير التي نستند عليها في الحكم على الأشخاص وما إلى ذلك المبادئ التي تحكمنا وتربينا عليها كل هذه ترتكز عليها المواطنة الرقمية مواطنة الرقمية قلنا أنها ممكن تحدد التوجه وكذلك تحميني من المخاطر إذن علينا مراعاة أمور ماذا في حال استخدام الأنترنت لأن الأنترنت يعتبر نافذتي إلى ماذا للتواصل مع الآخرين ومع العالم ككل في المجتمع الرقمي إذن ماذا علي أن أفعل كمواطن رقمي؟ أول نقطة أبنائي وبناتي ذكرناها في درسنا السابق أني أتبادل الاحترام أحترم الأشخاص الآخرين المختلفين بالرأي وقلنا أنه الاختلاف في الرأي لا يفسد في الودة قضية وضربنا مثال أنه رقم ثمانية بالشكل هذا قد يرى الشخص الواقف بهذا الطرف على أنه ماذا؟ يرى أنه رقم ثمانية أما الشخص الآخر الواقف في الجهة الأخرى ما يرى أي رقم؟ يرى رقم سبعة إذن جميع الأشخاص أو الأفراد هنا أو الشخصين هنا يرون نفس الرقم بس باتجاه مختلف لذلك يرون بمنظور مختلف جميعهم صح لنعتبر نتواصلنا مع الآخرين واختلاف الأمراء أنه لا يفسد في الودة قضية وإنما كل طرف جالس ينظر إلى الموضوع أو إلى الموضوع اللي نتكلم فيه نتناقش من اتجاه هو اللي خاص فيه لذلك الشيء الثاني علي المحافظة على بياناتي الشخصية وسريتها وعدم مشاركتها مع الآخرين نهائيا مهما كان طال التعرفي عليهم أو مهما كانت علاقتي كصداقة بينهم عن طريق المجتمع الرقمي هذا الشيء لا يسمح لي بأن أعطيهم ماذا؟ بياناتي الشخصية والسرية جميدا جدا أحرص على أن بياناتي بطاقتي الشخصية لا يتم إرسالها أو إعطاء تزويد الآخرين بأرقامي السرية مهما يكلف الأمر أبنائي وبناتي إذن لا تنشر صورتك الشخصية في الانترنت يعني إذا كانت صور خاصة بك صور ليست صور عامة أو عادي لا مانع من نشرها أم صور خاصة بك مثلا لا تريد أن تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي احذر أنت من نشرها عبر الانترنت أولا لذلك لا ننشر الصور لا ننشر الصور الشخصية لا تزويد أي شخص أبنائي وبناتي بمعلوماتك الخاصة أو عنوين الاتصال بك ما حيانا في المجتمع الرقمي احنا ما نعرف الأشخاص الصيئين من الجيدين فقط نعرف ما يظهر لنا من خلال الانترنت لذلك ليست هي وسيلة للحكم الوحيد قد مثلا يعطيني شخصية غير الشخصية الحقيقية لذلك لا أمنحها معلوماتي السرية عنواني كذلك أبنائي وبناتي أيضا لا ترسل بطاقتك البنكية لأي شخص لأي شخص كان عبر المجتمع في المجتمع الرقمي ما فيه شيء يحث على أنه تستخدم التواصل عبر المجتمع الرقمي لا تفتح أي مرافق في البريد الإلكتروني كل هذه حافظ على سريتك ومعلوماتك الشخصية أيضا لا تستجيب لأي رسالة طلب إذ لم تفهم معناها يعني إذا كان مقدم لك طلب مثلا أن نوافق على استقبال هذا الملف إذا كنت ما تفهم مش المحتوى إذن أرفض فورا لتحافظ على سرية معلوماتك سؤال سريع قبل أن أختم درسنا أضع علامة صح على التصرف الدال على المواطنة الرقمية ما هو؟ لا أرسل أرقامي السرية لأي شخص ثانيا تصوير بطاقة الأحوال ونشرها على المواقع وش التصرف الصحيح يدل على أني مواطن رقمي واعي أحسنتم أني ما أرسل أرقامي سرية لأي شخص أبنائي وبناتي وصلت معكم إلى نهاية درسنا نعلم أن تنمية مهاراتنا مطلب للمستقبل لذلك يجب أن أكون مواطنا رقميا واعيا أتصف بالاحترام لقاكم على خير بإذن الله معكم معلمتكم منالة صالح الغرب